اسف جدا سمعنا الطلاق ياسمين عبدالعزيز واحمد العواضي وكان ورا تصريب الخبر ده الصحفي ايمان نور الدين صاحب واقل اخو ياسمين عبدالعزيز وهنعرف كمان هل السبب ده كان حسد ولا كان عمل ولا ايه بالزبط وايه الحب اللي كان ما بينهم اللي كان بينزل على السوشيال ميديا اللي كان الدنيا كلها كانت بتفرج عليهم وكانت بتتمنى لياسمين الخير والسعادة بجد ياسمين تستاهل كل خير وقالي الكلام ده ايمان نور الدين والسبب كان ايه وهنعرف مع بعض احمد العواضي رد عليه وقال له ايه مش بس كده وهنعرف كمان رد واقل عبدالعزيز اللي كان رده كان غريب شوية اتمنى تحطوا له اشتراكوا الليك وتشجعوني يلا وكمان هنتكلم عن وفاة الزعيم عادي الامام الموصل العظيم هنتكلم عليه دلوقتي والاشاعات اللي طلع عليه دايما من ساعة ما اتجوزت ياسمين عبدالعزيز واحمد العواضي اول ما بيختفوا شوية بيلاقي اشاعد اتطلق اتخنق واول ما بيلاقوا اشاعد طلع عليهم بيطلعوا هما الاتنين يرد عليهم بطريقة مختلفة انهما بيطلعوا بيحبوا ببعض بيحطوا صور لبعض بيطلعوا يردوا بطريقة بسيطة صور او فيديو والجدل بينتهي خلاص بس بقى لكن الصحفي ايما نور الدين قرر يكتب علي صفحيته الشخصية انه مش فاهم ان محمد العواضي زي ما سافرش مع امراته والسبب ان هو نشغال ينزل بوستات وفيديوهات ليه هو مش بينزل حاجة لياسمين عبدالعزيز وقال انا مش قادر افهم ان الحب اللي كان بينزل على السوشيال ميديا قبل ما مرض ياسمين عبدالعزيز ودلوقت قادر اتخيل ازاي احمد مايبقتش جنب ياسمين عبدالعزيز في اللحظات الصعبة دي وخصوصا ان الطيارة اللي هي ركبها ياسمين عبدالعزيز ينفع ان هو كان يرقب معاها ازاي ما بقاش جنب مراته حبيبته في الوقت ده وقد ايه حالة ياسمين عبدالعزيز ان هي مش مستقرة ان هي سافرت بالطيارة دي انا بيرجوكوا كلكم تدعووا لياسمين عبدالعزيز بجد هي موصلة جميلة وعظيمة وتستاهل كل خير تسيب مصر وتطلع بره تسافر بره بلدها وتتعالج بره معنى كده ان حالتها صعبة جدا والمفروض ان جزها كان يبقى جنبها قليل على حالتها الصعبة ان هي كانت بتتعالج في مستشفيات مصرية بس للأسف اتطرت تسافر بره يعني معنى كده ان حالتها صعبة جدا لكن للأسف المضاعفات ان هي اتطرتها تسافر بره مصر وتركب طيارة خاصة علاجية ويفضل السؤال فين احمد العودي من كل اللي بيحصل لياسمين عبدالعزيز قلنا تسعة ايام وياسمين عبدالعزيز قضيتها في مستشفى جينيف الجاميعي وهو عامل ينزل بوستات ليه هو وما بينزلش اي حاجة لياسمين عبدالعزيز وما حاولش ينزل اي حاجة يطمن الجمهور على ياسمين عبدالعزيز زي ما هم بيعمل وينزل ليه هو زي الاول ما كان بيعمل وهم مع بعض كل اغرب حالة الصمت اللي كان فيها العودي والناس عايزة تطمن على ياسمين عبدالعزيز وهو كان بينزل فيديوهات من الجيم قال انا مستغرب ليه الوضع ما كانش كده لما كانت ياسمين في مصر كمل ايمان نور الدين وقال ان هي كانت محتاجة لتتعاطف ان هو يقف جنبها في سويسرا اكتر ما كانت موجودة في مصر! وكان مستعرب جدا! كمل ايمان نور الدين وقال انا مش عارف ازاي هو مقدرش يسافر مع مراته! وان العوضي قال ان مازعفهوش الوقت ان يطلع بسبور الى السيسرا! فهو ايمان العوضي قال ازاي نجم زي ده? ونجمة زي ده مقدرش يطلع بسبور و يسافر مع مراته تسافر لوحدها! وهي في اشد الوقت ليه هو وخصوصا ان دي تقشيرة مرافق في الظروف طرقة فكانت سفقارة السويسرية كات هتساعده هتوقف جنبه كمان وخصوصا ان احمد ممثل معروف وكمل كلامه اي منور الدين قال ليه ما حاولش بعد يوم او اتنين ان هو يسافر وراها بس قال عشان ما نسلمش العوضي كان سبب ان العوضي ما يسافرش معاها او وراها رغبة ياسمين عبدالعزيز ذات نفسها وزود وقال اي منور الدين ان ياسمين هي اللي ما كانتش عايزاه معايا في الرحلة الصعبة دي وان محدش يقدر يخلي ياسمين تعمل حاجة هي مش عايزاها للسبب ان كانت ياسمين واحمد العوضي كان فيه خلافات بينهم كتير وفضل تزيد مع الوقت بينهم هما الاتنين لدرجة خلت ياسمين عبدالعزيز تطلب الطرق والمقربين منها هما اللي عارفين الحكاية دي زود وقال للأسف تعب ياسمين عبدالعزيز خل المسافات بينهم هما الاتنين بعدت اكتر من الاول راجت ان ياسمين عبدالعزيز اتصرت باخوها الشريف عشان يبقى معاها وقت العملية واكن جود جزها ما كانش كفاية كمل كلامه اي من وقال ولكنها كانت هتبقى متطمنة غير باخوها شريف ووائل من الحاجات دي بتنفي قصة حبهم اللي موجودة على سوشال ميديا كمان الناس كتير استغربت ان ياسمين خرجت من المستشفى المعادي على الفيلا بتاعت ولادها مراحل منزل الزوجية من هنا ان الناس كتير قالت ان في خلفات بينهم هما الاتنين وكمان ان تايم قالت ان شقة العودي موجودة هي كمان في المعادي ان الشقة ملك ياسمين عبدالعزيز وهي طلبت من اخوها ان هو يسيب الشقة على اعتبار ان هما الاتنين هيطلق لكن العودي رفض ان هو يطلق ياسمين عبدالعزيز او يسيب الشقة رغم ان احمد العودي قريب جدا من ايمن نور الدين احمد العودي رد عليه وقال له بطل هب بالله عليك الحكاية مش نقصة هب رد عليه ايمن وقال له يحمد مش هب رد عليه الصحفي وقال له مش هب دي احمد انا واصل في كل كلمة ربنا يشفي ياسمين عبدالعزيز ويصلح الاحوان جاء العودي رد عليه وقال له اللي قالك ضحك عليك ياسمين لسه مراتي مفيش ربع كلمة صح من اللي انت قلتها واللي انت بتقوله مش صحيح متحطش السمة في العسل عشان مظلمكشي اللي قالك ضحك عليك وقبل ما تقول ابقى تأكد من الكلام ولو انت اللي بتخمن يبقى كل كلامك غلط ومعنى كده اللي قال لأيمن نور الدين حد موصوق فيه جدا صحفي خالد الصواف قال ان معنى كده ان اخو ياسمين عبدالعزيز هو اللي قال هو اللي صرب القبر واللي معروف من البداية انه هو اصلا رافض جواز احمد العواضي من ياسمين عبدالعزيز والغريب لما رد على المقالة بتاعت ايمن نور الدين اخوها ياسمين عبدالعزيز قال راعي تعب ونفسية ياسمين عبدالعزيز واكنه بيقول له انت كلامك صح بس مش وقته ياسمين تعبانة اكيد هو اللي اتكلم مع ايمن نور الدين وفي الاخر ملخص الموضوع ان تقريبا في حد مقرب من ياسمين عبدالعزيز هو اللي صرب الخبر وطبعا احنا كنا عارفين من الاول مين من بداية خالص احنا مستنيين ياسمين عبدالعزيز تقوم بالسلامة وهي اللي تقول لنا هو ده كان موضوعنا النهاردة بس كمان في موضوع تاني ايه هو يا سوبر ماما الموضوع التاني ان الاسطورة الحب اللي كانت مليانة سوشال ميديا وفي التلفزيون وفي كل حتة والناس كانت تحباهم اوي مع بعض وكانوا بالترياء اصغر منه اكبر منه ملكمش دعوة خليكم في نفسكم بس اغلبية الموسلين واحنا عارفين ان الصعيدة والفلاحين بيحبوا يعملوا اسحار مش بيحبوا بس منتشر اكتر الناس في الوسط ده لسه كنت بتكلم مع واحدة قالت لي ده انا اخويا عاملين له عمل وامراته وكده وانا شايفة ان ياسمين مش طبيعية كان جمال اوي مع بعض وبعدين حالتها اضهورت من المستشفى وهنا في مصر وبعدين صفرت ببرة وطلاء وبعد ما كانت ما شاء الله هم الاثنين منورين سوشيال ميديا اللي مش عارف انا جالي الاحساس ده ان هي في حاجة مش طبيعية مش انا بس بتكلم مع كزا حد قالي دي زي اللي معمول لها عمل هقول لكم ليه انا قلت كده وجالي الاحساس ده لانها ما شاء الله زي ما انتم شايفين منورين هم الاثنين وكانوا حلوين خالص يعني اللي عين بجد بتدمر الدنيا ومش بس كده الوسط الفني في بينهم ناس كتير بتعمل اعمال لبعض وفي منهم طلعوا تكلم من ضمنهم كانت نديحة كامل وحرية فرغالي وموصلين كتير قوي حاجة اللي هي فيه ده مش طبيعي حتى سعد الزغير طلع واتكلم في الموضوع ده وقال ان هو كانت حياته متضمرة الحسد والسحر بيضمر بيوت بجد آآ ياسمين كانت جميلة ونجمها طالع الفترة اللي فاتت دي ما شاء الله وكان فيه خلافات كتير بينها وغيرة وستات وكله بقى بيطلع يزي بقى ترند على حساب ياسمين عبدالعزيز تبيعي حالتها تضهورت وان هي تتطلق اذا كان حقيقي انا مش متأكدة ان هو حقيقي انا جبتلكو بس ملخص لان اتضيقت عشان انا بحب ياسمين عبدالعزيز مش انا بس الوطن العربي كله جميلة وفي كل حاجة زي العسل من دحكتها لشكلها لروحها الجميلة هي بجد موصلة شاملة في كل حاجة لقيت بقى ترندات ياسمين 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 هو في ايه يا جماعة وفيش غري ياسمين ما تصبوها تعيش حياة اتطلقت ما اتطلقتش حبت ما حبتش اتجوزت واحد كبير ما اتجوزت سبوها تعيش حياتها حرامة انا مش فاهمة انتو ليه بتفولوا على الممثلين ما تخليكو في نفسوكو شوي عابتوا تفولوا على دلال عبدالعزيز ويا ما ناس دخلت المستشفى وجبتوهم الارض يعني ايوه هو ربنا كاتب لهم كل شيء بس والله العظيم بتفضلوا زي اللي بيتكلم على حاجة وبتحركوا الكون بتخلوه يعمل اللي انتو عايزينه حرامة عليكو سوبوا الناس في حالها بقى شوية اده بيحب ياسمين عبدالعزيز يقول لي كومنت عنها واللي شايف ان اللي ياسمين عبدالعزيز ده مش طبيعي واللي متابع قصتها يكتب لي كومنت وما تنسوش اللايك وتشجعوني لحد الاخر بجد هي نجمة شاملة مش بس كده ومش صيبين اي حد في حاله امانة عليكو ده حسد ولا عمل ولا ايه بالزبط قولوا لي لو انتو شايفين اي حاجة زي اللي انا شايفها تكتبوا لي في كومنتال وما تقوليش انت بتأمن بالحسد وبتأمن بالاعمال ايوة بقيت امن منهم لان الفترة اللي فاتت دي ناس كتير حوالين مني وفي كانت فيه قناة جبيرة برضو معمول لها نفس الحكاية دي واكتشفت آآ رهان بقى هي كل شوية تطلعوا تتكلموا عليها اللي تجوز تجوز اللي عايش عايش سيبوا الناس تعيش في حياتها مش بس كده حتى عاد الايمان ما سلامشي منكو الله يخرب بيوتكو الراجل الجميل ده الممثل العريق بجد موتوه هو لسه عايش حرام عليكم والله العظيم مش عارف اقول لكم عشان محضرش جنازة دلال عبدالعزيز الناس قالت لك ده تعبان وعنده كورونا وتوفى لا هو ما توفاش ربنا يكرمه لسه عايش ويديه صحة هو اللي فاضل حرام عليكم الوسط الفن الجيل هو لسه عايش وموجود بصحة الحمد لله مع ولاده واحفاده بيصيف في الفيلا بتاعته بس هو مش بيتواجد في اعزاء او في اي حاجة لانه ممكن يتصب كورونا هو كبير في السن ربنا يديه له الصحة ما تنسوش تعمل واشتراك ولايك وتشجعوني في كل حاجة هتزهر دلوقت